يستمر مسلسل التحول في موقف طالبان السياسي بعد التوقيع على اتفاق سلام مع واشنطن في الدوحة جديد التحول يقول بيان صدر باسم زعيم طالبان بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن الحركة تسعى إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع التشديد على التسوية السياسية للنزاع في البلاد رغم تقدمها في جباهات القتال هناك مفاوضات سياسية جادة تجري حاليا بين وفدي الحكومة وطالبان في قطر يتوقع أن جلسات هذه المفاوضات سوف تتطرق إلى هم القضايا الخلافية التي هي بحاجة إلى تسوية إيجابية الأجواء في الدوحة لم تقلل من سخونة الميدان عسكريا فجباهات القتال المتنقلة تشهد عمليات كر وفر بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان الذين حققوا تقدما واضحا في بعض المناطق بعد انسحاب القوات الأمريكية تتحدث وزارة الدفاع عن عمليات وشيكة تهدف لاسترجاع المقاطعات من قبضة طالبان عمليات الجيش والقوات الأمنية متواصلة في عدة ولايات لاستعادة المقاطعات التي سيطرت عليها طالبان الأولوية للسلام دائما لكن قواتنا تبقى جاهزة لتصدي لأي هجوم تشنه طالبان وهناك مئة القتلى والجرحى في صفوف طالبان في سلسلة عمليات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بين تمسك طالبان بما أحرزته من تقدم في الميدان وإصرار الحكومة على إحكام قبضتها على جميع المناطق ثم تشريحة أخرى تتخوف من مصير غامض وخطر وشيك يهدد حياتهم المترجمون الأفغان الذين يطالبون الولايات المتحدة الأمريكية بإخراجهم من البلاد وعدم تركهم لنهاية قد تكون مأساوية تفاول حذر بنتائج المفاوضات السياسية بين الحكومة وطالبان وخشية يزداد منصوبها لدى الشارع الأفغاني من مرحلة قاتمة قد تكون بانتظارهم في حال فشلة المساعي الجارية لتحقيق سلام شامل محمود واسق كابل الميادين